السلام عليكم الابنات كديرين لبساعدكم ان شاء الله تكونوا بالف صحة والف عافية مرحبا بكم في قناة وصفات امل العبدية اليوم ان شاء الله سنقدم لكم فقاس مربع ان شاء الله هنا الاعجاب سنبدأ بالمقادر والصور رقشتها في اول الفيديو المهم المقادر معنا سهلة وبسيطة جدا مئتن جرام ديال ضخيق فورس مئة وخمسين جرام ديال اللوز اللي بقشورو رقدناه قبل مئة جرام ديال المشماش مجفف اللي قطعناه بتي الدي يعني كاروات صغار ثلاثة البيضات قبيصة ديال الملح كاس ديال العنبه ديال سكار ساندة وسبعين قرام ديال الجنجن المحمر اللي هو السيمسين محمس وصاشي ديال الخميرة الكيميائية وغادي نبدو ان شاء الله الطريقة اللي ساهلة وبسيطة وغادي ان شاء الله توفوا معايا جميع المراحل بإذن الله وانجح لكم ان شاء الله دعوات الخير وبالنسبة للبنات اللي اول مرة كي يشوفوا القناة ديالي ما تنسوش عاونوني ديروا اشتراك وجام الفيديو واشتاركوه مع الاصحاب والاحباب ديالكم نبدو ان شاء الله ب بسم الله غادي نحطو تل البيضات اللي عندنا ثلاثة البيضات غادي نزيد على مقبيصة الملح كاس ديال السكر غادي نخلطه مزيان باش يدو بلينا داك سكر مع البيض ما نبقوش لقاو الحبيبات ديال البيض من بعد غادي نزيدو الجنجلان ونزيدو اللوز ونزيدو المشماش نخلطو غير تحريكا بسيطة نحركو تحريكا بسيطة من بعد غادي نزيدو داك الدقيق اللي قلنا ميتين قرام ديال الدقيق اللي هي زلفة صغيرة كيفما كتشوفوا معي ومع الصاشي ديال الخميرة ديال الحلوة بإذن الله انا الدقيق نسيت ما غربلتوش مرة الاولى فاعودت دابا نتأكد انني نغربلو مزيان وغادي نغربل معه ديال الصاشية ديال الخميرة غادي مشو غير بشوية بشوية الدقيق باش نتأكدو انه يكفينا على حساب النوعية ديال الدقيق هي صنبو غصو مئتين جرام ولكن على حساب البيض انا هنا تستعمل ثلاثة البيضات يعني بحجم كبير شوية تقريبا نقدر نقول المتوسط الى حد ما كبير يعني ماشي البيضات الصغيرة غادي تديروا ربعات البيضات باش نكونوا متفاهمين سينو لا عندكم البيض متوسط او لا غادي الهكا كيف ماشتو معي تصوير تقريبا نراها ببيضة نيتراها نغمال ببيضة ركت بزن خمسة وخمسين قرام المهم غادي تستعملو ثلاثة متوسطين عشتو البيض ديالكم صغير ديروا ربعات البيضات وغادي نحاولو نخلطو شوية انا نغمال موقت ندير سباتيولة غادي نحيد غادي نحيد العجينة اللي لا تقلي فيديو غادي نكمل سباتيولة لانه هاد الفقاس ماشي بحل الفقاس الاخر لانه كان بقى نزيده في الطقيق حتى يجمع لنا الخالط لا هاد الفقاس مربع نو كان نزيده الطقيق يبقى لنا بحل شكل البانكيك ماشي بحل الكيك عجينة الكيك كتكون خفيفة شوية عجينة البانكيك كتكون شوية تقيلة المهم غادي تتبعوا غير المقادر اللي قلت لكم اللي هي حجم البيض يكون متوسط ثلاثة البيضات متوسطين ودخيق ميتين قرام من فوتو شهد ميتين قرام غادي تقصح لك العجينة بززاف وغادي وقع لك مشاكل وغادي نحرك حتى تنسى جمليا مش ضروري غادي نحرك مزيان تنشوف ان الخالط ندامج لي مزيان من بعد غادي نجيب دوك القوالب ديو ديو كيكونوا انا غادي نوريهم لكم في الفيديو كيكونوا محلوين للمر الفق ومن تحت هادو كما القوالب الخاصة ديل هاد الفقاس تيجيو على مربع كتلقى مربع كتلقى قلوب كتلقى خميسة كتلقى المول ديو دائري يعني فيه بزاف لاشكال هاد الفقاس صراحة يعطيه واحد الجمال يزوينا وممكن في هاد الفقاس تددو حتى البيستاج الاكاجو تقدرو تديرو يعني الفواكه اللي عندكم المهم غير ما تفوتوش ميتين وخمسين غرام تكون مجموع يعني انا درت مية وخمسين غرام ديو اللوس ومية قرام ديو المشماش يعني ميتين وخمسين هاد ميتين وخمسين انتم مقسموها على الفواكه اللي بغيتوا تستعمله لكن تغدروا اللوزون مشماش وبيستاج غرام يكونوا ما يفوتوش ميتين وخمسين يعني رابعة على الفواكه جافة تكونوا مخلطة انتم ما كيفش كتشوفوا معي الخارج ديالي ها هو راه متقيل شوية خاصو يكون بهاد لا تكستيوغية هاكا خاصو يكون انا غنبريكم القوان اللي بدابا ديال هاد المول راه راه متواجين في السوق وما غالينش يعني تمان مناسب كدهنهم مزيان بالزبدة بتحاولي بشيت الدهنهم مزيان من الوسط مزيان وكتبودرهم بالطقيق مزيان مزيان باش ما يكون جاندك حتى مشكلة ان شاء الله من بعد كنحط القوالب فوق بورق ديال الزبدة فوق الطاوة وكنعمرهم خاصكم متحركوش لمول كالزبن معي لقا ونعلقه ودديرو حتش انا دب هزا التليفون ديالي كنصور غريب تليفون هزا في ايدي فما غاديش نقدر غادي نوريكم غير كيفاش كنندير كيفاش غا ندير هاد المرحلة الاولى ومن بعد غادي نوريهم لكم اني غادي نعمرهم باش تشوفو انه مخصومش عمرو بزيف هانتو ما كيفاش كتشوفو خاص هاد المول ما عمروش طال الفوق غير ثلاث اربعة تخلو كتولو تلاخر كامل خاوي لانو بيسكرا في الخمارة غادي طلح غادي طلع غادي طلع انشاء الله في التياب ويتنفخ هنا وهنا اكي ضروري خسكم تجيبوا لاطا غادي تديرو بابي من الفوق ديال وغادي نديرو واحد البابي كويسون ونزيرو شوية غير من جناب غير كنحطوه مزيين من جناب كنحاولو نزيرو شوية وكنحطو فوق منه طاواء اخرى كتكون تقيلة باش تفادي المشاكل انه هاد الفقاس اللي ما عندوش الفران يعني كيف كنقولو عالي واسع فاش غايدخولي هاد الفقاس را ما يمكنش يستعمله انه لكان عندو الفران صغير ما غادش يدخولي هاد طريقة كما تشوف معي وضعت البابي كويسون وضعت الطاواء وندخلو هكا الفران السيدة تجرب قبل تحط ليمون ودرفق منهم لاطا وتحاول تدخلهم الفران كان عندك الفران يقدر يدخلك هاد طاوات كان بها ما كانش يقدر تقدر يدخلت سيفطيه الزنقاء هكا من بعد ما طابلنا خليتو شوية يبرد قريبا ربع ساعة بلما يبرد خذكم درور خلوه يبرد ربع ساعة احدى ساعة قريبا ربع ساعة كاملة خلوه يبرد تماما ثم سأجيبوه تقطعوه عادي كيف تقطع الفقاس انا هنا قطعتوه بالكيطور ارى ما كيوقع فيه حتى مشكلة كيفما تشوفوا معياره ساهل باش تقطعيه وشوفوا المنظر غزال كيفاش يطلع ما شاء الله نتمنى ان شاء الله تجربوه وتردو علي الخبار هو درور غير مدته يدرور تردو ليها البال طيب 30 دقيقة تماما ثم اوامل اذا المخدر كيف يكيدو ثم ت складعوه ثم نلاتة ثم اثم باء أقل هذا الكندف أول دقيقة لإبيتس الناس لتطبيق و سؤال مدد 15 دقيقة و سوف يبرد و اوضع جيد لها مره أخرى تركوا الفقه سيبرد و لا تزربوا يجب ان يبارد تماما عادة حيدوه من الليمول وشوفوا الناتجة رائعة صراحة إذا استعملت السميت والبيستاج سيأتي غزال في الفيستاج والورانج واللوز صراحة رائع المهم غير جربوه الفواكه اللي عندكم وممكن تمنى ان شاء الله يعجبكم ومتنسوش البنات تديرو لي جانب وتبارتاجوا الفيديو ديالي مساندة منكم وفضلا منكم وليس امران ان شاء الله باش القناة تعني ان شاء الله تزيد وتكبر بإذن الله وبكم ان شاء الله هانتم ما كيفاش كنتشوفوا معي هوا الفقاس ديالي منظر ديالو زمين مبعد كنقطعوه كنديرو فوق بابي كويسون كنديرو ماشي بالضرورة بابي كويسون اغياء احتش عندي ديال اللاطات ديال فران كنخليم كنطيب بهم كان طيب بهم وكان طيب بهم وكان طيب بهم حتى نشوف انه ما بقاش مقداروا طيب بهم بعد كنحيدهم قد يستعد دارو في الدار المهم ان كنديرو مكندخلهم الفران كانش علي عليم غلف ملفوق انا ما كانش علي ملفوق حتى يتحمر لي من بعد كنخرج وكان قلبه كان عاود ندخله باش يتحمر لي لانان مني كيكون العافية فوق منه انا كانت حكم في اللون ديالو سينو إلا شعلت علي ملفق يمكنك مرض الناس لن يجب ان يكون مرض الناس